السلام عليكم رجعت لكم الوصفة جديدة ووصفتنا تجين مقرونة نعمل بالبقري كما ترى اخطيت الحم لدي الحم لدي الحم كبير لنضعه 4 ساعة في الكوكوت وضعت له رشا في اللقحة بعد 4 ساعة لدي الحم طيب يقريقين من الماء لنقصه صغير كما ترى لنا قادر نقص في الحم على فكرة الحم مازال سخون كما ترى فيه يفور ولنا باش نقصه يكون جيد على الاخر لنا اخطيت تنجرة اخرى باش نقص الحم معناه الحم اللي نقصه نحطه دريكت في التنجرة ذيكا هذي كمية الحم اللي اتحصلت عليها بعد ما قصيتها الكل ولنا على جنب اخطيت تنجرة عبيتها بالماء ولنا باش نحط لها شوية ملح مغرفة صغيرة كيكا ماش مغرفة قهوه اصغر من مغرفة القهوه ببرشة ولنا باش نحط نصمة فيها المقارونة لنا اخترت باش نعمل مقارونة فلة وبتبيع انتوما تعملوا تنجموا تعملوا جرابت تعملوا معناه الحاجة اللي تحبوا عليها اما الامانة احسن حاجة ماذا بيكم يا تستعملوا يا فل يا جرابت معناه ذوكم هما النوعيات اللي يجيوا معناه في التعجين للمقارونة ولنا كما تشوفوا خطيت باسلة متوسطة سمتان متاع المقارونة ماذا بيكم حطوا للكركم باش تاجين متاعكم معناه يجيكم مصفر ما يبدأ شكلها مستبيضة شوية كما تشوفوا لنا الحم اللي عندي حاتيت له هاكا شوية زيت شوية ماء لنا جوست بالشكل البسال المتاعنا ايتي بلنا وكهو معناه من الحم ديجا طايب كي ماريتوه من بكري معناه كيف قادة انقص فيه بساكينة يتقاس بكل سهولة لنا بقاري كمش نفوح الحم والبصل حاتيت مارفة صغيرة ملح كركم وفلفلاك حالا دوما هما لفاحات وباش نشعل على كل بسال والحم ذاك القاس حاتى الوين تحصلوا على تخطوخ هذه المقارونة متانا حضرت لنا دوما حضرت شلت هكا شوية بالمي باش متسايبشن شامتاح في وسط التاجين واختيت شوية معدنوس انتو ما بتبيعكين عندكم اكثر مني معدنوس معناه تنجموا تحطوا حتى ربطة كاملة مايقول حتى شي بالعكس التاجين كل ما تكاثروا للمعدنوس كل مايجي هكا باهي وذا في نفس الوقت الحم والبصل بعد ما تابوا كيما تشوفوا اللبصل اختيه هكا لون مزيان ولينا كيما تشوفوا قادا خلط في المكونات الكل مع بعضهم كل شاي معناه اللون مزيان كان المقارونة لونها هكا حسيته ابيض برشا كيما قلت لكم من بكري واللي والمقارونة كيف تسمتوها سمتوها في ماء وكركم ماء وملح وكركم ولينا بتبيع مدام اقولوا تاجين لازم بش نعملوا معاه بطاطا مقلية لنا اختيت كابتين بطاطا كبار بش نقصهم على شكل مكعبات يكونوا معناه شكل متاح ومتاع التاجين هذه البطاطا متاي بعد ما حضرت لنا بش نملحها شوية بش نحط نقليها في الزيت لنا بالنسبة للبطاطا متاع التاجين ما نحب بذيش نصمتها دي ما نحب نقليها نحس الجوم متاحة يجيني خير ببرشم اللي تكون مصموت وذي البطاطا متاي بعد ما قديتها حتيتها كل عادة في الخليط متانا متاع التاجين لنا جوس ناقص كين على الجبن معناه والعظم والتاجين متانا يكون حاضر وذي كما تشوفوا كمية الجبن اللي حتيتها في التاجين متانا لنا استعملت جبن متاع نجمو انتو ما تستعملوا اي نوعه تحبو عاليت نجمو تستعملوا القودة المونتال نجمو زادا تستعملوا الجبن المثلاثات اذا كيعجبني على الاخر في التاجين لنا استعملت اللي عندي وكي ما تشوفوا تاوبش نحضروا مع بعضنا العظم بتبيع العظم دي ما قولي لكم سورتو في التاجين دي ما حطو في صحفة ومبعد والي حطو في التاجين متاعكم كما تشوفوا لنا حتيت ستعمل وباش نخلط بالبيع الخليط متاعي لنا بالنسبة للخليط متاع التاجين رو ما يكونش عاقد على الاخر وكيف كيف زادا ما يكونش سايل برشا بالاعظم يكون بين البنين حسيروا تشوفوا القوامة اللي باش نتحاصلوا عليه من بعد لنا بالنسبة الملح رانيا كي ما ريتوني معناه ما حتيتش بالكل جوز تكتفيد بالملح اللي موجود في البتاتا والحام كما تشوفوا لنا التاجين متاعي حسيتوا ياسر عاقد لنا زدوا 3 عظمات اخرين حسيروا حركتهم ولنا باش نضيف الفلفل لكحل باش نضيف زادا الكركم خاطر حسيتوا اللون متاعو جاني معناه مستبيث وباش نحرك بالباهي لنا بالنسبة للتاجين متاعي انتو تال اخذيلي بذبت 10 عظمات حسيرو تال شوفوا البلاتو متاع الفور اللي باش نحط فيه الخليط متانا خليط معناه 11 عظمات سافا لنا باش نخلط بالباهي وبالنسبة للعظم كيف تحركوه ما تركضو الشي حات روين يطلع على الكاشكوشا لنا حصيرو زد شوية اخرى كوركم ان نحب التاجين الحقيقة لونو يبدا اصفر بالباهي بتبع انتوما الحاجة هذي تقدركم حسب الرغبة كيما تشوفوا لنا زد في الاخر معناه عظمة اخرى انتو تال كيما قلتلكم استعملت 10 عظمات و باش نزيد زادا شوية جبن كيما قلتلكم انتوما كان عندكم جبن المثالثات رو يبنوا على الاخر بيريكس متاي اضعتو هكا بشوية زبدة باش نحطو الخليط متانة لوتان اضي حليطة الفور متاي يخدم على الميتين درجة انها الفوقانية واللوتانية و داي التاجين متاي بعد ما حتيتو في البلاتو متاع الفور لنا مقاليكين باش نسمحوا ولنا نسيحة باش نقول لكم عليها بالنسبة للتاجين متاع المقارونا بجميع انواعو باش تعملو بالجاج و الها بالحم ضروري تحطو فوق منو كي تبقى متاع الجبن كي تبقى متاع الجبن موزاريلا على خطر المقارونا كيف تدخل الفور و من بعد تشيح وتبدالكم ياسر يابسة من الفوق حطو لها التابقة متاع الجبن باش تجيكم سفا وتبدأ تريع لنا التاجين متاي لكل باش نغطيه بجبن كي ما قلت لكم باش هك المقارونا دي كما تبداش يابسة اذا كما تشوفوا التاجين متانة بعد ما احذر ماشاء الله اخذيلي بالضبط لنا توقيت نص ساعة كما تشوفوا التاجين متانة طيب في حاقه بتبيع كل واحدة والفورم تنجم انتو ما يخذلكم اقل وقت كما نجم يخذلكم اكثر مني وقت وذي التاجين متانة طيب بقى لكم باش نقصوا دي مرسو باش نوريهولكم في طبق تقديم حاصلوا جاي عم 66 كيف بالحق قد ونقلكم على البنة اللي جات فيها وشوية جربوا الطريقة وقلولي على رايكم في التعليقات طيب بقى لكم بشغولكم باسلامة في امان الله وشالا ملتقانا فاصفة تخرين اشتركوا في القناة